اهلا بكم مشاهدين مرة تانية في سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فاذا اصابه خير نطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يعني يا عبد ربنا سبحانه وتعالى على حرف يعني يا على حرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى عارف حضرتك حرف ان اقول حرف الشيء يعني حرف التربيزة يعني الحفة بتاعتها فالناس من الناس من يعبد الله على حرف يعني مزبزب يعني لو هو هنا ولا هو هنا كاد ان يقع عارف حرف البلكونة يعني لو هو جوه ولا هو بره ده معنى كلمة حرف ده ده تصوير بلغ جدا عشان يقول لنا انه هو لهو قريب من ربنا ولا هو عارف يعني هو ولا هو بعيد هو عارف على الهوى هو على الهوى تمام يعني ممكن ان هو يقع في اي لحظة عشان القاية تقول لنا انه غير مستقر في قلبه الايمان ولا انه هو عنده اخلاص ولا بيعمل حاجة بتقاء مرضات الله هو بس بيقول كده كلام لو جالوا خير يقول لك خلاص اه شوف انا مالتزمت جال الخير طب وان اصابته فتنة لو جالوا اي شيء فيه ابتلاق يقول لك ده انا بصلي وبقرأ القرآن يفتن في دين وبحاول اه وبحاول اعمل اي حاجة صالحة ومع ذلك مفيش حاجة جات لي اهو ما الفين اللي انت بتقوله مثلا مثلا بنسمعه جدا في الانفاق يقول لك تمانا دفعت فلوس اهو وديني قاعد ابن عيه وما جالش فلوس طيب اه انت بتجرب مع ربنا ما فيش يقين انت ما بتعملش علشان دي صفقة يعني حتى ادفع كذا هيجي لك كذا لا انت بتعمل ابتغاء مرضات الله انت بتعمل حتى لو ما شفتش حاجة قدامك وما ادرك بالخير اللي هو منتظرك فلتعلموا نفسهم ما اخفية لهم من قرة اعين فيبقى الاية هنا بتصور لنا حال بعض الناس وده موجود في حياتنا طبعا ده كان موجود ناس زي كده من زمان من عصر رسول صلى الله عليه وسلم وكانت من اسباب نزول الاية وكانتنا بقى كمان ان فيه ناس بتعمل كده انا بقى لي اسبوع بصلي وما لسه ما فيش حاجات غيرت في حياتي اسبوع انا مثلا تصدقت مبارح انا ده انا عارف ده انا صمت رمضان كله يعني وكأنه هو عمل ما فيش حد عمل وصام رمضان كله ففيه ناس بتعمل كده بتبقى فاكرة انها صفقة فالقاءة بتحذر ان ده الخسران ده الخسران المبين الخسران الواضح جدا فكر في نعم ربنا عليك ودايما بنقول ذكر النعمة ده فعلة تغيير شوف نعم ربنا عليك قد ايه ده النفس المخ اللي انت قاعد تدرك بيه وبتجدل بيه وبتفكر بيه نعمة التفكير ده بص للناس اللي هي حرمت من النعمة دي بص للنفس البلع لقدرتك على المشي كل دي نعم فنعم فالانسان بدل ما يدخل صفقة ويعتقد ان هي حاجة أو صد حاجة لأ فكر في شكرا هذه النعم النعم كمان اللي موجودة من قبل وجودك في الدنيا زي نعمة الهوى اللي موجودة حوالينا الشمس الشمس دي رو مش موجودة احنا هنعمل ايه فعلى الانسان بقى ان هو يفكر كده كيفية شكر نعم ربنا عليك انقلب على وجهه ده ده شبيه برضو يخوف جدا يعني انقلب على وجهه اه زي بصي حضرتك في الاية بتاعتبارك فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما ان يمشي سويا على صراط المستقيم شوفي بقى كده يعني زي ما يكون هو كان ماشي في طريق الاية دي ماشي في طريق مستقيم ومعتدل وعارفة ماشي في وجهه صحيحة زي ما احنا بنقول نلاقيه مش بس تغير الوجهه لا ده اتقلب على وجهه على وجهه اه شوفتي بقى يعني لا ده تعبير قوي جدا عشان كده في سورة تبارك بتوضحها ده في الاخرى فمن يمشي مكبا على وجهه يعني بيسحف على وجهه ولا يمشي سويا على صراط المستقيم شان احنا عارفين القرآن يفسر بعضوه وبعض فاحنا لما نشوف كده على طول نقرأ القرآن نعمل زي ما حدك بتعملي كده نقف عن ده عن كل كلمة لازم علشان نفهم بس انه كمان خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين الواضح اللي ما فيهوش لبس فهو خسر الدنيا لمعنى ايه خسر الدنيا احنا خسر الاخرة يعني مش هيدخل بقى الجنة لانه فتن وممكن يقفر في ناس بقى بتوصل لما راحل بقى بتوكفر وتبعد وتلحد وكل شي انه ما خسر الدنيا ازاي بقى عرف الآية ومن اعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة وانا عشره يوم القيامة اعمى ضنكة يعني ايه يعني كل الديق فيها ده معنا كلمة الضنك عفو بقولك ايه عشتي ضنك يعني عشتي ضيقة قوي وما فيش عندي اي سعة ولا اي منفس في العيشة فاللي بيبقى بعيد عن ربنا بتبقى حياته ضيقة فما بالك ده واحد عارفة بيجرب مع ربنا فكل ده نطلع منه بايه يلا الانسان عارفة يعمل يقزة لنفسه يلا كل الرسائل وكل الآيات اللي احنا بنسمعها وكل حاجة بتحصل في حياتك ديت لازم تبقى فيها مرضوط لازم اغير حياتي لازم اعدل انا ازاي اشكر نعمة ربنا عليها ايه الاعمال الصالحة اللي انا اعملها ولما تجلنا دعوة خير من جمعية البر والطقوة يلا ساهم وشارك ده اللي انت هتساهم بيه وتساعي بيه بيوصل المستحقين في كل مكان في الجمهورية ما ترددش ابدا وما استجبش لدعوة الشيطان يمكن بكرة تحتاج او اجل لان كل دي حاجات هدفها وكل دي مداخل من الشيطان هدفها ابعاد الانسان عن فعل الخير طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقاتنا بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا عن أعراضكم بأموالكم يعني حصن عرضك وحصن أولادك وحصن مالك بالصدقات الجارية والصدقات والزكوات أنا موجود في مستشفى البر التخصصي بودومياط موجود في قسم الحضانات فيه جناحان يحتوى على 11 حضانة مجهزين بأحدث الأجهزة للتنفس الصناعي ولعلاج الصفرة لعلاج ولخدمة أسيادنا من الأسر الأولى بالرعاية مجانا زكاتك الجارية وصدقاتك الجارية وصدقاتك مع البر والتقوى قسم الأطفال المبتسرين وهي القسم الحضانات للأطفال اللي بيبقوا لسه مولودين يعني مش مكتملي في الحمل يعني ودي بتبقى مشكلة رهيبة بتقابل الناس لأنه أحيانا ما بيبقاش فيها حضانات خالص والأحيان التالية تبقى موجودة بس غالية جدا في مستشفيات خاصة غالية جدا ما هدش يقدر يستحمل يدفع مثلا 3000 جنيه في الليلة و 4000 جنيه يعني فعملينها ببلاش وجايبين وحدات جهزة خلاص هتشتغل على طول فده شيء عظيم آه تعالي نعيش الصورة اللي بيبقى الأب والأم والعيلة والأسرة كلها فيها لما يكون أب وأم بقى لهم سنين يعني عريسه وعروسة بقى لهم سنين نفسهم أنه هم يخلفه وبعدين يعملوا حاجات كتير قوي ده أمين على الحقن المجهري وغيره ولما ييجي الطفل ده شوفي بقى الكرب اللي هم عايشين فيه والأم مترقبة برغم آلام الولادة واللي هي فيها الطفل اللي تعبت فيه وعمل كل ده فيه حيعيش ولا احنا بناخد بالأسباب العمر ده بيادرب بينه سبحانه وتعالى طيب شوفي بقى كم حد من الأسرة الأب والأم الأهل بقى الأب الزوجة وأهله كلهم وأهل الزوجة كل الناس ده مترقبة المولود ده اللي حيفرحوا بيه ونلاقي إنه مش لقلين حضانة شوفي بقى هم في قدقية في كرب كم واحد بيدعي ويقول يا رب كم دمعة بتنزل من الناس أهل الطفل ده يعني كرب وحالة اضطراب شديدة جدا كل ده فحلوا وجود حضانة ممكن عاد في حديث تكون الفلوس موجودة كمان لكن الحضانة على بعد مسافات بعيدة جدا قبل ما يوصلها يكون حياة الطفل في خطر فلو احنا فكرنا في الصورة دي وان ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي هيساهم في الحضانة هو السبب في تفريج الكرب عن الناس دول ومش هيبقى طفل واحد ده الحضانة موجودة بتستقبل عدد من الأطفال يوميا أو على مدى أيام كل ده في الكبير دعوات بتوصل تفريج كرب كلنا عارفيني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من فرج عن المسلمين قربة من قرب الدنيا شوفي بقى المقابل فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة يعني لما أفكر كده دي حاجة في إيدي أنا ممكن أعملها دلوقتي لكن يوم القيامة اللي خلاص ده يوم الجزاء بلا عمل العمل دلوقتي في الدنيا لكن الجزاء هو اللي في الآخرة فأنا بستعد دايما أحط كده قدام عيني يوم يقوم الناس لرب العالمين شوفي آية قوية قوي يوم يقوم الناس كل الناس وقفة في انتظار نتيجة الامتحان وإيه لرب العالمين رب الكون ده الموقف نفسه إن إحنا نقف قدام رب العالمين ده حاجة قوية جدا فما بنا ده كمان يوم حساب فالواحد يقعد يفكر إزاي أستعد لليوم ده ولما يجينا دعوة الخير دي والأمان الجماعية البر والطقوى أمان لي لأن اللي بينفق فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل حلائق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحم اثنين اليتيم والغريب فقد كنت في صغري يتيما وفي كبري غريبا النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا عن الغريب والغريب هنا عابل السبيل إحنا اختارنا المكان ده وقت بعدما لفينا القرية كلها ولقينا أن المكان ده أنسب مكان علشان نعمل في كل دين مية علشان هنا بيعدي عابل السبيل بيمشي مسافة كيلو أو اثنين كيلو ليس هناك مكان زي محلات أو أماكن أو بيوت أو كذا أو كذا يقدر من خلالها أنه هو حد يستضيفه في شربة مية فكان المكان دوت مكان مناسب في خلال كيلو متر الغايد اثنين كيلو في الداخل من خلالهم يقضي هذا الغريب يشرب شربة مية يدعو الله تبارك وتعالى لكل من سقاه هذا الماء أن يكتب له النجاح يوم القيامة بإذن الله هي رحمة الله تبارك وتعالى جعلها في يد القادر حتى يرحم بها الفقير والمسكين وعابر السبيل أسأل الله تبارك وتعالى لكل من تقدم ولو بكوب من الماء لله تبارك وتعالى أن يسقيه الله تبارك وتعالى يوم القيامة من نهر الكوثر أكرمكم الله وبارك الله لكم وبارك عليكم شاركوا معانا عزقنا مع جمعية البر والتقوى عايزين الناس كلها تشرب مية سقعة في هذا الخير في هذا النماء لا تنسونا وإن شاء الله الخير جيلنا كلنا إن شاء الله مع جمعية البر والتقوى هنحفر أبار هنعمل كل ديقات مية هنملى الأرض كلها من فضل ربنا خير وما تنسناش أبدا بالدعاء وربنا يكرم كل من تقدم بهذا الخير مبردات المياه ده شكر نعمة التلاجة شكر نعمة التكييف شكر نعمة إننا مش بنشتغل في الفاعل في الأرض يعني دي شكر نعم كتير قوي إحنا موجودين في قلبها ومش حاسين بيها عارفة حضرتك مهمة أو إن أنا أفكر نفسي كل شوية لا تجعل التعداد لا تجعل ألف النعمة أو التعود على النعمة يمسي كأنها نعمة مش عشان أنت تعودت على الحاجة يعني طبيعي لما تهل بيت ألاقي تلاجة وافتح التلاجة وأخذ منها المياه الساعة ده طبيعي لا ده مش طبيعي ده فيه بلاد أو قرى بأكمالها ما فيش فيها ده وطبعا التقارير اللي بتعرضها جماعية البر والتقوى من قلب الواقع هو ده الحقيقة فعلا فيه ناس عندها البيت عبارة عن الباب عبارة عن سطارة أو ملاية فما فيش أدنى حاجة اللي احنا بنقول ده التلاجة طبيعي ما فيش تلاجة دي وكم من عروسة يعني جماعية البر والتقوى بتوصل لها جهاز العروسة اللي فيها التلاجة اللي كان صعب جدا عليها إنها تجيبها فإحنا ما نتخيلش إن ده طبيعي لا دي نعم فأنا لما بص الحوالي عارف حضرائك ما بص حواليه في بيتي كده وعد فقر التلاجة دي نعمة البتجاز اللي أنا قدامي ده نعمة النعمة الأمان اللي في البيت وإن البيت متأفل كويس وتشوف المشاهد اللي جماعية البر والتقوى بتعرضها أقول يا رب الحمد لله على نعمتك فأشكر النعمة دي إزاي على طول أبتدي أساهم وأسارع وأعرف إن أنا لما بساهم كده بقول يا رب احفظ لي وربنا سبحانه وتعالى من المكافآت اللي بتوصل لي الحفاظ على هذه النعمة جماعية البر والتقوى بتوصل المياه ومبردات المياه خصوصا لكل مكان في الجمهورية طالما في ناس مستحقين نتخيل كده حضرتك الناس العمال وهما معديين نفسهم في شوية مياه بس كده بردة معاهم مياه ممكن تكون سخنة ممكن بقاش فيه مياه أصلا وبعدين شربوا من المياه دي فشوفي حضرتك كم الخير اللي حيجي لك وأنت قاعد مكانك أنت عملت الخير مرة صحيح أنا دايما نقول لأي ست كده جربي كده سيبي إزاست المياه بتاعتك في العربية في عز النقرة وطلع يروحي بقى شغلك ولا كده وانزلي حاولي شربي بق واحد مولعة مياه سخنة مولعة نهيك يعني أنه البلاستيك ماينفعش تشرب فيه سخن عندما يعني فلازم وهي بتعمل كده تقف بها تركن وتقف مشارية من أي كشك عربية إزازا سقع لا ركزي أنه في ناس ما عندهمش الأوبشار بتاع العربية ولا التركن ولا تجيب ولا كده ولا تقدر تشتري المياه ربنا يا جازي خير كل اللي بيعمل حاجة فيها يعني ترطيب كده على قلب الناس ونرطب عليهم كده بالمياه الساعة أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة سامح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة شوفكم على خير الحلقة بكرة بإذن الله شكرا لحضراتكم على قلب الناس